ولكن اسمح لي أولاً أبدأ مع حضرتك وقوله حضرتك وصدر المشاهدين كل صحيح لكم طيبين يوم الشهيد والمحارب القديم والنهاردة كان من ندوة تسقفية وحضرتك والتحاضر شفت إزاي أولاً لانطباع العام من الحضور ومن رؤية أسر الشهداء ومعايشاتهم طول اليوم الشهداء أنا عايز أقول يعني مشاعرهم حقيقة بتفتت الصخر في القلوب يمكن الرئيس قال حاجة أن أهالي الشهداء كانوا بيتكلموا معا كلام احنا ما سمعناهوش لكن هو الرئيس قال ياريت كنت سمعته الكلام ناس بتتكلم عن مصر في منتهى الوطنية والفداء الأب بيقول أنا مستعدة ضحي بنفسي الأم بتقول لو عندي ولد اتنين هسلمهم فضى المصر الحقيقة مشاعر قوية جداً هي دي مصر وهي دي أبناءها وهي دي شهداءها ده اللي كلنا بنتكلم عنه اللي بنقول الاحتفال بالشهداء بروح البطولة وليس بثقافة الجنازات ثقافة البطولة أن وراء كل شهيد قصة عظيمة جداً تنفع أنها تتعامل عمل درامي كبير يبقى قدام الأجيال الجديدة عشان يعرفوا أن البلد ده وقف على رجلها مصر وقف على رجلها مصر عايشة بتضحيات الشهداء وأن وراء كل شهيد قيمة إنسانية عظيمة ونبيلة الأسر يعني اللي قدمت شهداء يعني ما رحوش هباء أبداً دول أحياء البلد بتحتفل بهم ونحن عايشين بأمام فعلاً بسببهم بسبب هذه الطفحيات اللي قدمت الاحتفال النهاردة كان احتفال الحقيقة كان كبير يمكن معظم الناس ما شافوا المشاهد التمثيلة اللي موجودة يمكن الدموع نزلت من عنيهم لأن مشاعر إنسانية أصعب حاجة في الحياة أن أسرة تفقد شاب لكن في سبيل بلده كل حاجة بتهون وده تاريخنا مع التضحيات أنا عايز أقول أن الشهداء في مصر الأراضي المصرية خصوصاً للسيناء الغالية ارتوت بدماء الشهداء وما فرقش ما بين مسلم أو مسيحي أو 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 كلنا في داءة للوطن ما حدش بيبقى عارف داءة مسلم داء مسيحي وعلى فكرة رصاص الجبناء ما بينفرقش ما بين حد بيقتل وبعدين أنا عايز أسأل يعني الإرهاب اللي بيقتل بيقتل ابن بلده ولم تتجه رصاصة واحدة من بندقيته للعدو الحقيقي ولكن بيوجه الرصاصة لصدر ابن بلده بيقتل محمد وبيقتل علي وبيقتل إبراهيم وشفنا الأباء والأمهات يعني عليهم مشاعر الإيمان والطقوة مصريين طلعوا من الأرض زينا طب انت بأي منطق بأي حق بأي ديم بأي ضمير بأي إنسانية يعني تقتل الشباب دور مين اللي لدك الفتوى مين المجرم اللي لدلك فتوى والفتوى دي هي الزناد اللي انت بتدوس على بصبعك على البندقية بتطلع في الصدر هذا الإنسان لكن أنا عايز أقول برضو في الآخر أرضنا اللي بيدخلها سالماً آمناً بيعيش فيها لكن اللي بيدخل بغرض الإرهاب بيدفن فيه صراحة والتجارب كده ويمكن الشيء يذكر أنا عايز أذكر وقعة كانت مهمة جداً وكانت فيصلية في تاريخ المواجهة مع الإرهاب في 1 يوليو 2015 كانت فيه معركة شهيرة جداً اسمها معركة كمين أبو الرفاعي جم مجموعة من الإرهابيين أعداد كبيرة جداً بالمئات بالعربيات المضرعة بالأعلام السوداء ومعاهم كمان كاميرات تلفزيونية بتنقل على الهوى داخلين يحتلوا هذه المنطقة ويعلنوا قيام ولاية سيناء زي ما بيحصل في الدول المجاورة له يعلن قيام الولاية وبعدين تيجي خيانات في الخارج يقول ده ايه ده يعني اديهم حماية اديهم أمام فيعملوا هنا وطن للإرهاب والإرهابيين قدم بقى أو الدم وهز من صورة الدولة طبعاً كان عدد أولادنا اللي موجودين 17 واحد يعني أنا أعرف بعضهم عملوا تضحيات يعني كبيرة جداً يعني واحد مثلاً حط جسمه في فوهة المدفع اللي بيضرب زملائه حط جسمه في فوهة المدفع ناس رموا نفسهم تحت الدبابات استوشهد 17 واحد والآخرين هذه الجماعة الإرهابية ومن وراءها تصوروا أنه هيبقى لهم موطق قدم هنا في المنطقة دي وتترفع الأعلام وولاية سيناء وكلام اللي سمعناه ده وفجأة انشقت الأرض والسماء عن الجيش المصري العظيم الدبابة الطيارات بتاعتنا هما بيسموها الزنانة جات الطيارات سويتهم بالأرض سويتهم بالأرض فعلاً يعني وده جزاء أي حد بيعتدي على البلد دي الولادنا الطيارات والدبابات في ساعات قليلة جداً تم قتل أكتر من مئة إرهابي مئة إرهابي مقابل 17 من الولادنا لا ده الواحد بعشرة وبعشرين وبالتلاتين لأن ده لو وطن بيدفع عنه له دين لإيمان لأسرة لكن انت إرهابي لا ليك وطن ولا ليك دين ولا ليك أسرة هو له المجد وانت ليك العار هو له قضية انت ملكش قضية أنت جاي يعني هل تظن هل تظن أن مصر دي اللي حررت سيناء من إسرائيل هتسبه لكم لأنت يعني يبقى فيه خلل في قواق العقلية هل تتصور ابن أبنائنا اللي دفعوا دماؤهم من عبور القناة سنة 73 أول جندي مصر عبر القناة سنة 73 واستشهد أنا مش عايز أذكر أسمعه لكن استشهد في الأرض المصرية وبعدين تبص تلاقي مسلم ومسيحي ومصري ودي أنا كله امتزكت الدماء برمال سيناء فهل تتخيل في يوم من الأيام أن سيناء التي تم تحريرها بكل هذا العدد من التضحيات هيتم بتسلمها كده تبقى وطن للإرهابيين زي ما كانت الجماعة الإرهابية بتخطط الحقيقة مشاعر كتير جدا وردت في الأزهال النهاردة وكانت احتفالية كبيرة وتكريم أسر الشهداء وأبناء الشهداء كانت اللقطة العظيمة يعني تكريم امرأة الشهيد لها كان من حرب 73 أيها زوجها رحمة الله عليه والرئيس اصطحبها ونزل بها درجات السلم لحد منزلها يعني مشاعر إنسانية ودي إنسانية الرئيس الحقيقة في المواقف دي فأنا عايز أقولي يعني النهاردة فعلا يعني أبنائنا الأجداد اللي حرروا سيناء بمناسبة طبعا عيد الشهيد بمناسبة الشهيد فريق عبد المنعم رياض الفريق عبد المنعم رياض يعني نذكر الناس سنة 69 كان هو وزير الدفاع على فكرة الحكاية دي رواها لي الفريق أو المحمد فوزي أنا عملت مذكراته ونشرتها في أحد الصحف فاستحب الفريق أو المحمد فوزي رئيس الأركان عبد المنعم رياض راحوا يزوروا الجبهة في الخطوط الأمامية رغم التحذيرات ورغم إنه ممكن العادو يعني إذا تبقى فيه غارات جوية أو يطلق عليكم قنابل أو صواريخ ولكن لوزير الدفاع كان وزير الحربية ولا رئيس الأركان خافوا الموقف وفضلوا مع الجنود في الجبهة فجأة انطلقت قنبلة بسموها تقريبا قنابل اللي بتفرغ الهواء فالشهيد عبد المنعم رياض كان برة مش في الخندق يعني فحصل نوع يعني تفجير الشعيرات الدموية اللي تحت الجد ده حسب الفريق فوزي بقوله بابص لقيت جيس مؤزع كله ولكن فضل واقف وصامد زي كده زي البطل لحد شهيد وسط جنوده ده درس معناه إيه؟ معناه إن القائد هذا القائد العظيم استشهد وسط الجنود والضباط بيدي درس للناس إن الأرض المصرية هنحررها مهما كانت التضحيات ولا فرق بين لواء هذا الجنرال اللي بيسموه الجنرال الزهبي وأبسط جندي كلنا بنالتحم في الدفاع عن هذا الوطن وفي إنه نقدم يعني الأرواح والدماء وده يعني قادل الآباء النهاردة الأبناء بيقودوا معركة لا تقل يعني خطورة عن الحرب ضد إسرائيل وأنا بعتبر إن الإرهاب لا يقلوا خطورة عن إسرائيل الإرهابيين أكثر خطورة من إسرائيل ويمكن القوات المسلحة شرطة ويقودوا معركة شبري شبري يمكن أحد القادة قال إحنا بنفتش تحت الأرض وفوق الأرض متر متر بحسن عنهم ومش هنسيب سيناء إلا التعبير طبعا المشهور إلا متوضقة من هذا الدنس وإن سيناء ترجع فعلا في أحضار مصر وتدخل في خطة التنمية وإحنا شايفين خطة التنمية اللي ماشية فهنا انت ماشي في المصارين إيد بتحمل السلاح وإيد بتبني وإيد بتعمر وهي دي مصر وهي دي الصورة اللي شوف لها النهاردة وتجسدت على أرض الواقع في الاحتفالية الكبيرة سكرم جزء من التضحيات دي أو من أهمية التضحيات إن هي تصل إلى ناس كتير ممكن الناس ما تكونش حضرة التضحية نفسها أو العمل البطولي نفسه أو أجيال تكون جات بعد فترة يعني الطفل اللي كان في 2015 مثلا كان عنده ولا 2012 مثلا يعني كان عنده 87 سنين النهاردة بقى شاب بقى واع بقى 18 سنة مثلا شايف زي أهمية الأعمال الدرامية شوفنا رمضان اللي فات كان الاختيار اتنين وقبله كان الاختيار واحد تضحيات القوات المسلحة ثم تضحيات رجال الشرطة وبنستعد للاختيار ثلاثة شايف حركة زي وبالإضافة الأعمال الأخرى طبعا تمت في هذا الإطار شايف أهمية الدرامة وأهمية الإعلام في إصال هذه التضحيات للرأي العام وخصوصا للشباب الصغير والله يعني أنا أقدر أقول حاجة أن شبابنا فيهم جينات بتعشق البطولة والدليل على كده أن الأعمال البطولية التي تعملت كلها بتلاقي معظم المقبلين عليها من الشباب أما الفيلم تعرض في الممر الممر بتعرض في السينما كان كل شباب شباب وغطفال وكانوا بيعتزوا في البطولة لأن الشاب دايما بيبحث عن قدوة أو عن مثل وعن الرمز فما تبقى القدوة قدامه بطل ضحة بروحه في سبيل وطنه أنا بحط جواه كل مشاعر الوطنية والحماس والمروءة يعني بتبقى بيتغير الموت بتاع شبابنا فما أقدرش أقول بقى أصل شباب مستهتر أصل شباب مش عارف الصور السلبية لا الصور الإيجابية الصور العظيمة الشباب ده الصور العظيمة لشباب مصر اللي بنشوفها في كليات الشرطة أو في الكليات العسكرية أو في الجامعات أثناء حفلات التخرج شباب كده بتحس أنك مطمئنة على بلدك طالما هذا النوع من الشباب موجودين لا يبقى مستقبل هذا الوطن إحنا مطمئنين عليه وهيبقى بخير فطبعا هذه الأعمال محتاجة فعلا أنه تطلع في أعمال درامية كل قصة كل قصة جند يضحى بحياته أو بطل بيدفع عن بلده لا فيها تفاصيل كتيرة وفيها حكاية إنسانية وفيها حكاية اجتماعية وفيها زوجة مستنيه وفيه أب قاعد ملهوف عليه وفيه أم عايزة تحتضنه وفيه دماء بتسيل على الأرض المقدسة وفيه قصة حب بتنتيه في الحياة لكن بتستمر إلى مالة نهاية يعني فيه قصة إنسانية وفيه أبناء الشهداء تلاقي كل أبناء الشهداء تقول له يقول لك عايزة أطلع أصابة أكمل مسيرة والده مثلا مش خايف مزبوط مش خايف لا ده عايز تكمل هذه المسيرة وعايز وكل أبناء الشهداء اللي هم لابسين البدل العسكرية وبيعتزوا بها فطبعا لا إحنا بدأت بعض الأعمال تطلع وأعتقد أن في رمضان القادمة يبقى في عمل أو أكتر بيمجد الشهادة وبيمجد الشهداء وتفرجوا بقى على شبابنا هيعمل إيه يعني شبابنا طبعا عقودوا تفرجوا وهيبقوا مبسطين جدا جدا ونفسي كمان يعني المناهج المدرسية يعني ياريت يبقى فيه مقرر اسمه شهداء وتضحيات شهداء وتضحيات ونقدمه بصورة مبسطة للأطفال ابتداء من دور الحضانة لحد مثلا نهاية التعليم السنوي نقدم للشاب كده قصة الشهيد ده عمل إيه من بلده عمل إيه من أجل وطن وضحها إزاي عمل إزاي عشان أغرس جوا هذه الروح نفسي كمان إن طلبة المدارس نديهم إقلام عليها صور الشهداء أو عبارات بتموجد الشهداء الكراسات اللي تبقى فيه حصة كم زمان الكراسة بيبقى على ضراء اللي هي الإرشادات فهنا نحط حاجة عن شهداء نحط عن سيرة الشهداء نحط قصص البطول مع الكتاب وتتوزع يعني أنا عايز أقول لك أن البلد دي فيها ألاف القصص العظيمة وألاف قصص التضحيات فدي اللي مفروض أنها تتصدر المشهد ما حطش بقى على المشهد القصص اللي هي القصص اللي تعتبر يعني استثناءات وأعممها لا القصص اللي تتصدر المشهد شهداءنا آباءهم أمهاتهم الأسر العظيمة الأسر العريقة نحن كل يوم بيبقى بكل احتفالية لنكتشف كنوز البلد ده من اللي أنا كنوز على فكرة كنوز عظيمة فعلا يعني أكيد طيب شكرا جزء من النهاردة من الرسائل اللي كانت موجودة الحقيقة وفي كلمة السيد الرئيس إن فيه كان فيه تحديات طول السبعة سنين اللي فات سواء كانت تحديات خارجية أزمات اقتصادية كورونا حروب توطرات أو حتى التحديات الداخلية ولكن فيه إيمان وفيه ثبات لدى الشعب المصري وحسن تغطيط وحسن تنفيذ شايف حركة زي التحديات اللي مرينا بيها واللي كان الإرهاب جزء أساسي من هذه التحديات وأكبر عقبة من العقبات شايف زي النتيجة النهاردة في ظل إن إحنا مرينا بسنتين كورونا مرينا بإسبوعين هو حتى الآن في حرب شبهة عالمية ما بين الغرب وبين روسيا شابكم لها إزاي التحديات دي ولو لحسن الإدارة في السابق السين اللي فاته كان المقال هيكون فيه يعني عايزة الله حضرتك كده وده مش مبلغة التحديات اللي مرت بيها مصر في السنوات العشرة الأخيرة لو حدست في دولة كبرى لنهارة ابتداء من ما حدث بعد 25 يناير الفوضى والحر والقتل والربيع العربي والجحيم العربي وحجم المؤامرات اللي أنت بتتعرر له من الداخل والخارج لكن بعناية ربنا سبحانه وتعالى استطاعت مصر إنها تعبر الأزمة دي وخدت من المنحة فرصة فرصة عظيمة إنها بدأت تعيد بناء نفسها من جديد الدهب أما بيدخل النار بيزيد بريقه وإحنا دخلنا النار 2011 فبانت بقى معدن هذا الشعب الأصيل والناس وقفت وحصلت خطة الإصلاح الاقتصادي وقفت وراء الرئيس 2014 خطة الإصلاح الاقتصادي وتحملت الأعب دي الأزمة الأولية ودي أزمة كانت قاصمة قدت إلى انهيار بيوش ودول وحكومات وعلى فكرة كان مخطط لهذه الأزمة أن تستمر سنوات طويلة اللي مسك الكتاب كده وخطط للأزمة دي قال لك خليها 30 سنة خلي المصريين دولي عدوا 30 سنة وكان عنده في الخطة بتاعته حاجات معينة اعمل حرب بين المسلمين والأقباط اعمل حرب بين المسلمين والمسلمين فجر الشارع جند الشباب يعني كانت خطة جهنمية معمولة فإن تقدرت كل شيء البلد استفدت منه حصل العكس يعني فجر فتنة بين المسلمين والأقباط فلقى المسلمين والأقباط يد واحد جد بنتيجة عكسية تماما نتيجة عكسية سبحان الله نتيجة عكسية لا يعني لقيت المسلم هو اللي قاعد يدفع عن الكنيسة ولقيت القبط هو اللي راح للمسلم يبرك له في العيد الكبير والعيد الصغير ويصمع رمضان ويعمل له مواقع رحمان يعني ده جزء من التحدي